هذا ليس توثيقاً لعملية بيع مخدرات في وضح النهار إنها لحظة دفع مئة دولار على الحساب لحجز موعد باسبور في السوق السوداء نعم تسمعونه دقيقاً حتى حجزات الباسبور صار لها سوقها الأسود وسما سيرتها خارج حرم الأمن العام الباسبور الكحلي بده 7 تشهر لتخذ موعد وبالأسود بيخلص بخمس تيان أنا مثل كثير من الناس عم جرب بحجز موعد للأمن العام يعني لتجديد الباسبور عبر الأمن العام عبر المنصة اللي هم يحطينا أونلاين للعالم أقرب موعد على المنصة هو بعد 4 تشهر ل 6 تشهر هذا الموضوع خلق سوق سوداء وخلق سماسراء موجودين بالسوق من شخص لشخص من أصحاب اللي راحوا لعنهم اللي هول تحرفت على شخص منهم طلب أول شي ثلاث ميت دار حق الموعد هو بيأمن لنا حجز الموعد يعني وبيأمن لنا أكيد كمان لوراء اللي هن مطلوبين عبر الأمن العام اللي هن تكب طيارة وحجز الأوتال أقرب موعد حصل عليه كان بعد 6 أشهر وهذه الموعد البعيدة زمنيا على منصة الأمن العام للباسبور دفعت هذا المواطن ليسلك طريق السوق السوداء ويطرق باب هذا السمسر يعني شعر شو أدلق والله عم بتحقو 300 دولار من الموعد يا زلمي والله أول شي قد عطيني سعر أحسن من هاك قلت لي أول مرة 170 مع مع تيكة الطيارة لا السعر لاتاتكوبة قد عطيني سعر كوبة جالا اه طيب بك ضبط ليها شواء المرة لا لا ما بيش حكياتي يعني عطيني مية وثلاثين دولار مية وثلاثين طيب ها نحكي نحن عن حجز القطان التلة والباسبور والموعد نجح التفاوض بين هذا المواطن والسمسر في خفض التكلفة من 300 إلى 130 دولار حيث جرى الاتفاق على تسليم مائة دولار كاش وجها لوجه والكاميرا السرية كانت جاهزة هنا لتوثيق اللحظة تم الاتفاق بعد اللقاء أرسل السمسار رابطاً رسمياً لحجز الموعد عبر الواتساب وما كان على بعد أشهر ستة صار على بعد أيام قليلة كما أرسل له تذكيرة سفر من إحدى شركات السياحة وهوية ادعى أنها له لتزديد بقية المبلغ المتفق عليه عبر او ام تي وهو 30 دولاراً ليتبين أنه بعد ساعات قد استلم المبلغ كاملاً وهو 130 دولاراً وفي اليوم التالي من موعد المنصة حصل المواطن على جواز سفر رسمي بعدما تأكد للأمن العام ورود اسمه على لائحة الموعد وتأكد وجود كل المستندات اللازمة أنا نزلت وستلمتوا على البسكور جاء يعني خلصنا كل المعاملة واستلمنا البسكور أوكي فينا نشوف بليز هيدا استلمتوا على عشر سنين صح أوكي وختمولك يا بالأمن العام طبع وقانوني كل شي كان وقلقيت اسمك والحجز كان واهمي ولا حقيقي لا اسمي كان موجود عندهم أنا دائماً عندهم ورقة بالأمن العام بس أنت بيكفوت لجوة بيكون كان عندهم دائماً ورقة من عليا كل شيء اسمه بيشيقوا عليا يعني تأكدوا أنه اسمك موجود بالأمن العام صح كان اسم موجود كان أنا حاجز عبر المنصة بشكل طبيعي أما الخطوة التي كانت لفتة من الزبون نفسه قبل اللجوء إلى تصوير كل ما وثقناه عن سوق الفسبورات الأسود فهي تقدمه بشكوى إلى الخط الساخن للأمن العام للتحقق من فساد هذا السمسر الأمن العام اللي هو عبارة رقم شكاوى الأمن العام سبعين تمامية وتمنتاش خمسمية وتناش صح في واتسابات في حضر رد عليك ما حضر رد عليك وبعطت لهم رقمه لزالما أنا بعطت لهم رقمه بعطت لهم منصة الموعد لأني اختلتها يبين هو بثماني شهر ثماني شهر مظبط قدمت أنت شوكو بثماني شهر جعت شتك بعد ما رد عليك رجعت أنت لعنى صح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر